خلينا نتكلم في موضوعنا النهاردة واللي بصراحة هو موضوع مهم ودراسة اتعاملت برضو كمان عن الموضوع المهم ده لانه كتير ممكن مننا يتعرض للموقف الصعب ده والواحد ما بيبقاش عارف ممكن يتصرف فيه ازاي موقف الواحد بتحط فيه بيبقى مش عارف يقول ما يقولش يتدخل ولا ما يتدخلش ممكن الكلمة اللي هيقولها تهد بيت وتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا وتشرد اطفال او يعني تخلي البيت اللي كان سعيد او اللي كان موجود والحياة فيه مستقرة ما تبقاش موجودة تاني وبيبقى دايما القرار الاسهل في معظم الاوقات كلمة وانا مالي اعمل انا ما اتكلم ليه طالما صاحبة الموضوع ما عرفتش اخليها تيجي مني انا لا ما تجيش مني انا انا ما ليش دعو ده تقريبا اللي بيحصل مع اي ست بتعرف انه جز صاحبتها او خطيب صاحبتها او حبيب صاحبتها حتى بيخونها او بيعرف حد عليها او شافته مثلا مع حد او حاجة ازاي كده الكلام ده طبعا نحن بنقوله بمناسبة الدراسة اتعاملت مؤخرا بتقول ان يعني يا ستات ويا بنات لازم تقولوا الحقيقة لصحبتك لو اكتشفت حاجة كده لقدر الله وده لأسباب كتير قالتها الدراسة ركزوا بقى كويس ده الكلام واسباب الدراسة مش احنا اللي بنقول هنقولكو عليها الاسباب تيه انتي عارفة يا نور ان انا شخصيا اتحطت في موقف زي ده مجد والله ما كنتش عايزة تقولي ولا والله عدت فكر كتير اوي وسألت ناس كتير اوي اقول ولا ما اقولش وبعدين لقيت ان انا اتكلم مع جوزها طيب اتكلمت مع جوزها لقيته مش اللي هو بقى قال لي ايه انا فعلا غلطت او انا ااسف او كذا لا لقيته انا ما عملتش حاجة وقاعد ينكر وانا معايا دليل قاطع فقلت ده مكمل مكمل يعني في اللي هو فيه ومش هيجيب وراء زي ما بيقولوا او مش هيتراجع ده كان فيه سنة بجاحة كده فاهمت زي فاضطرت ان انا اقولها في الاخر طب ايه اللي حصل بقى يعني عملت ايه كان وقتها كانت اتصار انا انا قلت لها طبعا جبت لها الموضوع ومهدته لها بطريقة بسيطة وكده قلت لها والله عايزين نتأكد من انه جوزك ممكن يكون على علاقة بوحدة تانية الله اعلم العلاقة دي وصلة لحد فين الله اعلم هو الموضوع نزوى ولا هو مكمل وداخل الموضوع جده ولا لأ واتفقنا ان احنا هنحقق في الموضوع الاول طلع ان الموضوع داخل في جواز وطلع ان الموضوع داخل في قصة كبيرة اوي بقى كويس جدا ان انت قلت طبعا وهي ما قلت لوش بسي بقى زكاءها هي والناس اللي قاعدة بتتفرج علينا دلوقتي بيبقى الستة عندها حل من الاتنين يا اما اول حاجة انا هنفصل وخلاص وهسيبه يا اما لو هي هتكمل ممكن اوي ان هي تعمل نفسها ما تعرفش وتحل الموضوع كده ايه من بره بره وفعلا اخدت بالها وبدأت تركز معاه وبدأت تديق عليه الحصار لحد ما هو زي وسبها ولغاية النهاردة هو ما يعرفش ان هي عارفت جدع ايه رأيك بقى لا لا انتي بروفو عليك ان انتي ما سبتيس صحبتك على عاميها وصحبتك جدع جدا في التصرف اللي اتصرفته لانه دايما فعلا المواجهة بيبقى وراها على طول طلع بس طبعا الستات اللي هي كانت قوية هي قدرت ان هي تكمل معاه وتمثل عليه وتبين انه هو ما فيش اي حاجة ده محتاج طبعا اكيد قوة ومحتاج صبر ومحتاج عقل ورزانة وضغطة على الاعصاب جامد جدا جدا اكيد لكن مقابل ده هي عرفت تحافظ على بيتها وترجع جوزها ليها وتبعد عنه كل الاشرار الوحشين لا انا على فكرة تحطيت في نفس الموقف بس العكس ان الشخص اللي كان الراجل يعني هو اللي انا عرف يعني انا معرفتي بالكابل ده الزوج ملجز زوجة والستة هي اللي بتخون اه الزوج كان صاحب جوزي يعني ولأ مش الستة هي اللي بتخون الراجل هو اللي انا شفت اللي هو صاحبنا وهو مع حد تاني غير مراته وطبعا يعني كل صاحبنا لما بس انت يا كنتيش على علاقة بامراته لا على علاقة بها بس مش قوية قوي يعني كان انا اصلا في وقتها كان في بداية جوازي وهي كانت في بداية جوازها فاحنا اساسا مش صاحب يعني هم اتنين صاحب ولاد متجوزين اتنين ستات ما يعرفوش بعض فبيبدأوا يتعرفوا لبعض عشان يعملوا شلة فهمها ليه بداية الحياة دي فلأ ما يعني وقتها بصراحة ما قلت لهاش لان هي كانت حاملة اصلا فلأ ما قلت لهاش طبعا وفضلت سكت كتير بس انا عايز اقولك انه يعني سونر اوليتر اطلقوا في الحالتين اطلقوا لانه هو يعني ما شاء الله كان يعني كان متعدد ال او يعني لا يكل ولا يمل ما شاء الله يعني مش نزوة كده وحاجة وعدت وخيصنا لا 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 كان ما كانش عائل للحاسة لا يبا هنا في الحالة دي هي المفروض فعلا يعني كانت انا كان المفروض ان انا اقول لها بس انا برضو زي ما انت قلت كده انا مش صحبتها قوي ويدوب مراد صاحب جوزها فاللي هو هروح اقول لها الحقي يجوزك بيعمل كذا كذا فريدي مثلا مصدقتنش ما هي متعرفنيش متعرفنش كويس فريدي مصدقتنش فتكرت ان انا عايزة اقوي ما بينهم او كده انا قلت انه يعني برضو في الاول او في الاخر هيبين هيحصل حاجة هتبين بس ما تبقاش عن طريقي إنما العكس بقى لو هي مثلا صاحبيتي أولية كلام مع الشخص أيا كان بقى صاحبي أولي صاحبي سليه كلام مع الشخص وقريب مني أو يهمني أمره هقول هقول مش هسكت هقول لأني أنا أخاف على الشخص ده وهقول له ما تهدش بيتك أو ما تهديش بيتك نعدل نشوف هنعمل إيه نشوف هنرجع الدنيا إزاي كده إنما مش إجري واتطلقي وسيبي وهدي البيت ولازم تعملي ولازم تسوي لها بالعكس طبعا صاحبة البيت هي اللي لازم تكسب صاحبة البيت هي اللي لازم تفوز في الآخر ولازم تحفظ على استقرار بيتها لو كان هو باقي وشاري بالضبط ولو كان عمد استعداد الاستقرار بتوصل لمرحلة أن هي خلاص أنا عايز أكمل في العلاقة دي وعايز أشوف آخرها إيه وعايز أسيب مراتي وعايز أسيب بيتي وفي رجالة يعني بتعمل كده فلو هو اختار الاختيار ده هي كمان من حقها تنفصل أو تكمل دي بقى بتاعت تعالوا بقى نشوف الدراسة قالت إيه قالت أنه أول سبب أنه استمرار الكتمان على صاحبتك لوقت طويل مع شركة بيخلي الصدمة قصية ومؤلمة اللي هي بتتعرض لها وبيخلي كمان حل المشكلة صعب جدا والفراء بالتالي بيكون أصعب